اهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بيت القصين الشام أجمل القصائد وأبناؤها سفراء حزنها يحملون في قلوبهم قصيدة لا يمكن لأثرها أن يزول هم يعرفون أن لكلمة الحق دورا في مشروع بناء الإنسان يحفرون عميقا في وجدان القصيدة العربية ليبقى الأثر مزهرا أينما حلوا وحيثما كانوا مشاهدين اسمحوا لنا أن نرحب بضيفتنا معنا هنا في الأستوديو الشعر السورية مهندسة ريمان ياسين أهلا وسهلا بك مهندسة ريمان أهلا وسهلا بكم أستاذ مصطفى وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة وأشكر قناة الرافدين العزيزة والكادر الجميل هنا وجميع الجمهور الكريم الذي يتابعنا نحن دائما نتشرف باستضافة الشعراء المبدعين والشواعر المبدعات أمثالكم أستاذ ريمان في البداية وقبل الخوض بعيدا في الشعر والقصائد وما إلى ذلك ربما لابد من الوقوف عند شيء من سيرتكم الذاتية شيء مما تحبون أن تعرفوا أنفسكم به للجمهور ما تحبين أن يعرفه الناس عنك في غضون دقيقة تفضلي أنا ريمان ياسين شعر سوريا ومهندسات ميكانيك مشواري الشعر قد لا يكون طويلا ولكنه كان حافلا جدا أعرف عن نفسي شعرا فأقول أنا الإياب وبنت الأرض والمنفى أنا الإياب وبنت الشام والمنفى قسارة واصلت في نعشها عزفا ترسي سحابة صيف أمطرت كذبا وكانت الريح عند الملتقى أوفا وحيدة في مطار الشوق يرشدني سهم بلا جهة يصيد الخوف مريضة فوق كل المتعبين ومن قهري وسواسها تحتاج أن تشفى يغتالها الوتر المقطوع ترقعه عناكب نسجت في جسمها حتفى يا لغز لحن سرى في البال مرتبكا يخفى علي وفي اللاوعي لا يخفى يا سلام قد هيجل ولها المكبوت من قدم ثم استطار فلم أصطع له وصفا قد هيجل ولها المكبوت من قدم ثم استطار فلم أصطع له وصفا رد النجوم إلى الأبراج أتعبني هذا المحيط الذي لا يعرف المرفى رد الأسامي إلى أصحابها ودعي اسمي في صداك يعيد الراء بي رجفة إني المدى عند خط الأفق تدركني نصفي السماء وكان البحر لنصفه يا سلام جميل جدا هذا المفتتح وهذه البداية وتبشر بالكثير من القصائد العذبة والممتعة والممتلئة بتجربتك الذاتية أكيد في البداية وقبل أن نذهب إلى أولى القصائد وقبل النقاش والأسئلة التي عددناها لهذه الحلقة يعني سؤال يطرق أذهان وبال كثيرين ما الجدوى من الشعر في زمن المآسي زمن الزلازل زمن الظروف الصعبة ألا ترين أن الشعر شكلا من أشكال الترف أم أنا له جدوى تتجاوز ذلك الشعر بحد ذاته هو الجدوى أنت عندما تعتبر الشعر غاية يختلف هذا التوصيف عن أن تعتبر الشعر وسيلة يعني أنا مثلا عندما أردت أن أعبر عن نفسي لأني شاعر فأفضل ما عبرت به عن نفسي هو الشعر هل هذا يهم الجمهور ربما يهم بعض الجمهور بدرجة معينة هل أنا أكتب لأصل إلى هذا الجمهور أو لأقدم نفسي أنت فنان تعبر عن نفسك بلوحة وقد تكون مغنيا تعبر عن نفسك بأغنية بصوتك ولكن الشعر عندما أردت أن أعبر عن نفسي لم أجد أفضل وأصدق من الشعر فهل نعتبر الشعر وسيلة أم غاية؟ أحسنتي أحسنتي نعم جميل جدا طيب فيما يتعلق بأثر وتأثير الشاعر هل ترين أن الشاعر فعلا يؤثر على شريحة واسعة من الجمهور أم أنه حكر فقط على مجموعة من الناس وتلك المجموعة يعني هناك من يسميها النخبة أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى مساحات أكثر اتساعة؟ الكلمة هي وسيلة التواصل بين أي جهة وجهة أخرى يعني الكلمة بين المرسل والمستقبل صحيح وهي فقط وسيلة التواصل نحن نعبر بالكلمة الآن لنأتي أو دعنا نخيط ثوبا واسعا للشعر أن الشاعر ليس فنا من فنون الكلمة وإنما هو الكلمة بحد ذاتها الله سبحانه وتعالى جل جلاله عندما أراد أن يرسل رسالة سماوية تبقى إلى آخر الزمن أرسل قرآنا كريما هو عبارة عن كلمة والآن أنا لا أقيس الشعر بالقرآن أو أشبه لا سمح الله وإنما أقول أن هذه التعابير هذه الوسائل التعبيرية القرآن ليس لا يصنف شعرا ولا يصنف نسرا هو قرآن لكنه وجاء معجزا لأهل الفصاحة تماما هو معجز لأهل الفصاحة وهو وسيلة خالدة تبقى يعني هو ليس كلاما عاديا والشعر أيضا ليس كلاما عاديا فأنت عندما تريد أن تبلغ رسالة ما تصوغ هذه الكلمة بهذا الشكل فتصبح ما يسمى شعرا هنا تكون قد أدت رسالتها وهي وسيلة للإيصال وسيلة من المرسل إلى المستقبل أدعى للرسوخ وأثبت في الأذهان أحسنتي أستاذ ريمان فكرة له الحديث هناك من يقول إن الشعر من له الحديث ربما بطريقة أدق إن من الشعر ما يدخل في باب اللغو وله الحديث باعتقادك الشخصي هل الشعر فعلا يمكن أن يرقى بمستويات الوعي لدى الناس ويكون فعلا بوابة لمثلا الدخول إلى الأفكار السليمة إلى بناء مجتمعات مثلا تحترم ذواتها تحترم عاداتها تقاليدها أم أن الشعر يبقى محصورا في فئة معينة رأيك في هذا؟ الموضوع تمت مناقشته وتشعب موضوع هل الشعر من اللغو أم هو ليس من اللغو هل هذا الشعر مباح أم هو ليس مباح والكلام كان الآية القرآنية واضحة والكلام كان فصل يعني الشعر إذا كان لهدف سامن وأغراض عليا فهو ليس من لغو الكلام شأنه شأن أي نوع آخر من أنواع الكلام ليس لأنه موزونا ومقفا أنا أتهم صاحبه بأنه ضال لمجرد أنه أو أنه غاون لمجرد أنه ينظم الشعر الكلام بعمومه إن كان يحمل رسالة سامية ويحمل هدفا فهو كلام عظيم أما إن كان هذا الكلام مضللا إن كانت أهدافه ليس له أهداف أصلا أو كانت أهدافه دنيئة فهو له ولغو وأي كان ما نسميه عليه هذا لا يقتضي من الشاعر أو من جميع الشعراء أن يقولوا فقط الكلام العظيم يعني الشعر هو وسيلة تعبيرية متعدد الأغراض متعدد الموضوعات أنا أستطيع أن أقول الشعر أو أنا حتى لو أردت أن يعني أنا أحيانا أحاول أن أكتب نسرا فأجد نفسي لا إراديا أكتب شيئا موزونا أو أقول شيئا موزونا أو منظوما هل يحكم علي لأنني كتبت قصيدة أو قصيدتان بعيدة عن القضايا أو بعيدة عن الأغراض السامية هذا كلامي هذا وسيلتي للتعبير عن نفسي هنا الآن يختلف وربما هذا يدخل في باب روح القلوب ساعة واسعة تماما أو في باب آخر هل أنت ستقدم نفسك بهذا النوع الرديء من الكلام؟ أم أنت ستحافظ على تقديم نفسك؟ لا تنشر كل ما تكتبه لا تقدم للجمهور أبقي شيئا بينك وبين نفسك عبرت عن شيئ ما أبقه بينك وبين نفسك أو للمحيط القريب لجلسة أصدقاء لا تقدم نفسك بالرديء من إنتاجك كي لا يحصل بك ما حصل للمتنبي أحسنتي أحسنتي والشاعر دائما يكون حريصا أو الشاعر على تقديم نفسها بأجود وأجمل ما لديها إلى أولى القصائد التي تحبين أن تقدم نفسك بها في هذه الحلقة أود أن أوصل رسالة إلى شعبي العظيم والجريح في آن معا والذي تتنافس الخطوب والمصائب على الظفر به فبعد الكارثة الأخيرة كارثة الزلزال التي فجع بها الشعب التركي الشقيق والشعب السوري أقول في هذه النكبة فضلي وحدي أنا والحزن والإيمان ولواعج أحرى بها الكتمان وحدي أنا والحزن والإيمان ولواعج أحرى بها الكتمان نتجاذب الليل الذي لا ينتهي منذ انتهى لسواده البنيان جميل نرنوا لنافذة هناك تصدعت من ذرفها شوقا إلى من كان يا ليل أنصاف الوجوه ألم تعد تحصي مرايا ضمها الحرمان كان انبلاج الفجر رمزا للحياة فكيف تسقط عنده الجدران من يخبر الناعين أن يتريسوا يا السلام من يخبر الناعين أن يتريسوا فهناك ما بين الحطام بنان وهناك من نسيت زجاجة عطرها وجديلة ما شمها نيسان وهناك بعض دفاتر التاريخ محبرة وساعة حائط قرآن وفتيل قنديل تناثر زيته وتكسرت كزجاجه الأوطان يا الله نظارة عكست غياب عيونهم نظارة عكست غياب عيونهم ماتت على عدساتها الألوان نظارة عكست غياب عيونهم ماتت على عدساتها الألوان ودما مدرجة بصرخة طفلة وشرائط هان الجمال فهانوا أسياف فرسان طري مصلها موعودة أن يكبر الفرسان وقصيدة لم يقترفها شاعر إلا ليسقل بعدها الميزان يا سلام يا ليل قرعات الطبول يا ليل قرعات الطبول وردهم من جب يوسف مكرم ومصان أصمت أصمت فهل تحت الحجارة صرخة من روحها تتأنسن البيبان أصمت فثمت من نجا صوت هنا ضاءت على أصدائه الأكوان من يقنع الموت الموزع بيننا إرثا بأن وجودنا إدمان من يحفظ الأسماء كي يبقى صدى شعب شتيت خانه العنوان من يخبر الأحياء أن صمودهم تحت الركام قيامة وأذان الله من يخبر الأحياء من يخبر الأحياء أن صمودهم تحت الركام قيامة وأذان أن احتباس الروح في أضلاعهم كالمعجزات أقامها الديان يا سلام قيامة وأذان عندما أقول من يخبر الأحياء أن صمودهم تحت الركام أتجاوز هنا الركام المادي ركام الأبنية التي تصدعت وانهدمت إلى الركام المعنوي لسنين من القهر يا الله يرزح تحتها ليس فقط الشعب السوري وإنما كل شعب عربي حر أبي عانى الويلات والمصائب والحروب وآفات المجتمعات وما زال يرزح تحتها وتحت ثقلها من يخبر هؤلاء الأحياء الصامدين الذين يحملون الوطن هوية ويحملون القيم من يخبرهم أن صمودهم تحت الركام قيامة وأذان أنهم سينهضون وسيقومون وسيؤذن فجر نصرهم لا محالة من يخبرهم أن يبقوا على قيد الحياة أن احتباس الروح في أضلاعهم كالمعجزات سيقومون وحفاظهم على هذه الحياة وتمسكهم بالحياة هو خيط الأمل الذي سيبعثون عليه أحسنتي كثيرا مهندسة ريمان ربما شعرتنا هذا يقودنا هذا النص إلى فكرة وتساؤل مضمونه أن الشعر لابد أن يحمل قضية ورسالة سامية ينتمي من خلالها الشاعر بذاتيته إلى وجع أبناء مجتمعه ومن يشترك معهم في معتقد أو بقعة جغرافية معينة أو إنسانية إذن أنت مع فكرة يعني طغيان الذاتية بكتابة الشاعر أم أن ينتمي إلى وجع مجتمعه وبالتالي يكون أقرب إلى الناس الإنسان يحمل الرسالة السامية بغض النظر عن توصيف هذا الإنسان أي إنسان مكلف بحمل رسالة قومه وإيصالها على الأقل لأولاده وللمجتمع الضيق من حوله الآن الشاعر يمتلك هذه الكلمة هل يكرس الشاعر كل ملكته لقضية ما؟ هل يكرس كل ما يستطيع قوله فقط لنصرة قضية واحدة؟ نعم بالتأكيد لا أولا الحالات الإنسانية متعددة نعم القضايا كثيرة لذلك نحن هنا يجب أن نبدأ عند تعريف القضية ما هي القضية؟ فما يكون قضية بالنسبة لك قد لا يكون قضية بالنسبة لي قد أدافع أنا عن قضية وتدافع أنت عن قضية مختلفة فيختلف الاتجاهان ولكن أنت شاعر قضية وأنا شاعرت قضية الآن هل يجند الشاعر نفسه مئة بالمئة للقضايا؟ طب بالتأكيد لا لا بد أن تطغى الذاتية في النصوص فأنا إن لم أستطع أن أعبر عن ذاتي بداية وأن أوصل لذاتي لن أستطيع أن أمثل ما هو خارج عن هذه الذات ولم تستطيع بطبيعة الحال أن تعبري عن وجع الآخر إن لم تكن قادرة للتعبير عن وجعك الذاتي وتجربتك الخاصة ومعانتك التي تعيشينها أحسنتي أستاذة ريمان متواصلون معك أكيد وسنستمع إلى المزيد من القصائد لكن لا بد من استراحة قصيرة مشاهدين الكرام نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثمن واصل نجدد الترحب بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا هنا في الستوديو الشاعراء السورية مهندسة ريمان ياسين أهلا وسهلا أستاذ ريمان مرة أخرى أهلا بكم أستاذ قبل أكمال النقاش نذهب إلى قصيدة جديدة تفضلي شو حتى تسمعين المرة هذه نوستالجيا الأندلس نوستالجيا قبل الأندلس وقبل هذه القصيدة كثيرا ما يتكرر هذا المصطلح في قصائد أو في مضامين بعض القصائد لبعض الشعراء ما الذي تقصدونه بالنوستالجيا أهي الحنين إلى الماضي؟ الحنين إلى الماضي خذينا إلى ماضي الأندلس من تجربتك تفضلي يشكو فتبكيه الخطوب وترجف أنسى مجادلة وشيخ مرجف والواضح المشطور حكم جائر والغامض الأنكى قرار مجحف والحال مزدادت على أضغاصه أضغاص أحجية تضن وتسرف يا سلام والحال مزدادت على أضغاصه أضغاص أحجية تضن وتسرف محفوظة بالأمنيات عيوننا وعلى حنين الأمس يغفو مصحف وعلى جبين اليوم يوم هارب وعلى الغد ارتاب العشيق المتلف يا لوسة الظن المسيء براهب آوى إلى قديسة تتعفف يا نزعة التخوين في تاريخنا لمن البراءة والعذارة تقذف يا فطرة الخلق القويم وباب عبد الله من مسماره يتأفف نحن العصاميون لا ندعى نحن العصاميون لا ندعى فهل آن الأوان أيا صحاب لتعرفوا يا سلام نحن العصاميون لا ندعى فهل آن الأوان أيا صحاب لتعرفوا هم يحفرون الصخر كي يتملحوا ومن البحار السبع ملحاً نغرفوا مثل المدى آفاقنا موصولة بسمائنا وشموسنا لا تكسفوا نحن الحقيقيون فاحفظ أصلنا إذ أن كل الآخرين مزيفوا الله نحن الحقيقيون فاحفظ أصلنا إذ أن كل الآخرين مزيفوا يغتالنا القول الصريح فنرتضي بهلاكنا صدقاً ولا نتزلفوا يا سلام أعيدي هذا البيت تكرماً يغتالنا القول الصريح فنرتضي بهلاكنا صدقاً ولا نتزلفوا عظيم تتكسر الأقلام في ألواحنا فيضيع حرف ثم تنسى أحرف لكننا بالرغم من جدرانهم فوق المدائن بالسلام نرفرف ونهيئ الشمع الملونة فوق حلوى العيد للأعوام حتى يقطف أسماؤنا أهزوجة فوق الأراجيح استحالة معجزات تكشف ألقابنا رجع المواويل التي صلى عليها عاشق متصوف في بالنا المشغول طفل شارد ودماً مشاغبة ودمع مترف قل لي وكل مدينة غرناطة من أي جرح في بلادك تنزف من أي جرح في بلادك تنزف قل لي وكل مدينة غرناطة من أي جرح في بلادك تنزف يا سلام جميل جداً هذا النص ربما يقودني إلى استفسار مهندسة ريمان القضية العظيمة تشكل فرصة سانحة للشاعر أو الشاعرة من أجل تخليق نص عظيم أم أن الأمر يتجاوز هذا إلى أدوات أخرى يجب أن تتوفر نحن هنا أمام طرق الأبواب يعني هناك ثوابت في الشار أظن باعتقادي الشخصي يتحتم على كل شاعر أن يطرقها أنت شاعر لابد أن تكتب في الأندلس ولابد أن تكتب في المديح النبوي حتى هناك شعراء نصارى ولابد أن تكتب في بغداد والقدس ودمشق لابد أن تكتب في بغداد لابد أن تكتب في القدس لابد أن تكتب في دمشق لابد أن تكتب بأمك قصيدة لابد أن تكتب في وطنك هذه هي دعنا نسميها المادة الأولية للشاعر يطرقها كل شاعر حسب تجربته الشعرية ممكن أن نسميها ثوابت لابد لكل شأن أن يمر عليها ويأخذ حظه منها ليست بالفرض وبالإلزام وإنما بتفجر الشعور الشاعر يتفجر شعوره وأي شخص يتفجر لديه هذا الشعور وتحتدم عليه هذه المشاعر لابد أن تحرك فيه هذه المواضيع الأبجدية فيكتب فيها لكن هل أنت فعلا مع فكرة أن الفكرة العظيمة أو القضية العظيمة تقودنا إلى نص عظيم أم أن الأمر ليس شرطا؟ لا طبعا ليس شرطا الفكرة العظيمة هي عظيمة أحيانا القضية تعطي العظمة للقصيدة وأحيانا القصيدة هي التي تعطي العظمة للقضية حسب الموضوع الذي تطرقه فهناك مواضيع مجرد أن تطرقها ستصبح هذه القصائد عالية كموضوع مثلا فرائد يعني لنعتبر مثلا بحادثة ما حدثت في المجتمع شهيد ما استشهد بطريقة حركة المشاعر ترى الجمهور والشعراء ركبوا موجة هذا تقول أن تركبوا الموجة وكتب الجميع في هذا الشهيد أنا لا أسميها ركوب موجة وإنما أسميها أن هذه القضية لو كان هذا الشخص فعلا شاعرا حساسا هي مجبرا ستحرك به المشاعر ليكتب هذه القصيدة استجابة طوعية تفرض ذاتها في اللحظة الآن تميز بين القصائد فترة تستطيع أن تميز القصيدة التي تجعل إحساسك يتحرك القصيدة التي تبكيك القصيدة التي تصيبك حقا بالقشعريرة عندما تقرأها من القصيدة التي ركب شاعرها الموجة ونظم ليكون ناظما في هذا الموضوع أو ليجاري التيار هنا على سيرة القشعريرة هل لا تزال حاضرة في نصوص أغلب الشعراء أم أنها مثل نقطة الضوء المفقودة والتي لا يزال الكثير يبحث عنها عمق التأثير يختلف الموضوع حسب المتلقي حسب المتلقي أو وفقا للمتلقي فهناك مواضيع يكتب بها شاعر قد تحرك ذات الشعور عنده متلق معين عاش مواقف مثيلة فتسبب لديه هذه القشعريرة على سبيل المثال لنفرض أن أحدهم يكتب بموضوع عام كموضوع مثلا أحدهم فقد ابنهم هذا الموضوع إنسان عام لا بد أن يتأثر له كل الجمهور أكيد أما عندما تكون القضية خاصة قليلا يعنى بها من عاش هذه القضية أو عاش تجربة مشابهة أو قريبة منها فستلامس أشخاصا دون آخرين ولكن هل أقول لك أن قصيدة بالمجمل لم تحرك شيئا عند أحد فهي اسمح لي لم تحرك أصلا عند صاحبها شيئا هي مجرد صنعة ولا تستحق أن تسمى قصيدة أحسنتي نريد قصيدة جديدة من التي تحرك الوجدان وتبقى عالقة في الأذهان خذينا إلى نص جديد إلى نص عن بما أننا نتكلم عن الشعر إلى نص عن الشعر تفضل تأتي القصيدة بعد صبر متعبة تأتي سؤالا في جموع الأجوبة عنوانها البعثي محضو شاية تركت شفاها السائلين مخضبة قرأت إشارات العيون لعلها تلقى قبولا في الوجوه الطيبة ألوانها الشفق المؤصل في الدجا ألوانها الشفق المؤصل في المدى ياقوتة تحت المجاز مغيبة يا سلام وسلافها فوق الثمالة قصة سلكت طريقا في السطور المرعبة بعني القصيدة كم تريد هويتي ومنيتي والذكريات الملعبة يا الله بعني القصيدة بالحرير فليس عندي ما يفيد من الشعور لأسكبه بعني القصيدة كم تريد هويتي ومنيتي والذكريات الملعبة بعني القصيدة بالحرير فليس عندي ما يفيد من الشعور لأسكبه بعني القصيدة بالدقائق إننا في حلبة كل يصارع عقربه يا سلام أتت القصيدة مثل وحي الأنبياء لها إمام لا يخالف مذهبها فسألتها هل كنت؟ قالت ليتني واجهتها هل أنت؟ قالت مذنبة ما أنت؟ خبز الأمهات حليبهم دعواتهم وأب يمشط كوكبها الله والجدة الحصدت سنابل شعرها ما أبعد الصيف الأخير ما أبعد الصيف الأخير وأقربه والخاتم المصلوب يرسم إصبعا لصبية تتلو هناك ترقبه جميل طفل يجرب مغريات الشهقة الأولى فيزفر في المصائر مسغبة والحالمون والحالمون على خطايا سيزرعون الرقصة الأولى بأرض مجدبة والصاعدون والصاعدون مع انبعاث يسكبون لكل نجم منهجا كي يشربه والعاشقون والعاشقون على رؤايا يغامرون وفي الهوى يكفيك فضل التجربة يا سلام في الشعر لا نرضى بدور مشاهد دور البطولة ينبغي أن نلعبه في الشعر في الشعر لا نرضى بدور مشاهد دور البطولة ينبغي أن نلعبه في الشعر تنتخب الوصية والقضية والولاية للعقول المنجبة في الشعر تختصر الحياة بفكرة لا تدخل التاريخ حتى تكتبها يا السلام يا السلام أحسنتي لكن لا بد الآن من استراحة قصيرة مشاهدين الكرام دعونا نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل ما تبقى من حلقتنا فابقوا معنا حياكم الله أعزائنا المشاهدين وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة رفقة المهندسة والشاعرة من سوريا ريمان ياسين إذا أردنا أن نتحدث عن سوريا وبعيدا عن الشعر انطلاقا من روح مشتاقة بكل عفوية وفطرية ما الذي يخطر ببالك الآن؟ تخطر ببالي قصيدة أسميتها موال أموي تفضلي لونت ريش غراب الوقت فابتهج لونت ريش غراب الوقت فابتهج وكان في نفسه ما يشبه الحرج وكان في صوته أشباح انصرفت عن التشاؤم والليل المثير سجى يا سلا مرجت فيه بحور الشعر فامتزجت وكان للساحر السباق ما مرجى يا أول الوعي يا أعماق ذاكرة فيها من البحر ما تغري به اللججى فيها من الجوهر المنسي لؤلؤة لؤلؤة علقتها في السماء فالساقطت أرجى عظيم وأنزلت من صميم الضوء فكرتها على القلوب ولم تجعل لها عوجا قال الدمشق قال الدمشق أنا يا شاعري لغة مرت على كاتب التاريخ فاختلجا ريحانة عطرها الذكرى وريح أب يقسم العمر حتى يطعم المهجى يا سلام وهال أم تدير القهوة وهال أم تدير القهوة استرقت من قعر فنجانها طيقا ومفترجا أن الأصيلة ما جادت بصهوتها إلا لحر ترى في إثره الوهجى عظيم غزالة طاردوني فاستويت على عرش من الشعر مرصود لمن عرجا فاصعد إلى سدرة العشاق مبتهلا وأنت تنشد في أقدارنا الفرجا وانسج من الوطن المرقي بردتنا فإن أعند أهل العشق من نسجا فالفارس الغر محتج بكبوته والراسخون طموحا أسقطوا الحججا والجامحون إلى العلياء ما لبسوا على الطريق سوى أنشودة ودجا يا سلام والباحثون عن الكنز القديم رأوا خريطة الشام نقشا بالدماء مزجا قال الدمشق وكل القول ملحمة وكل من أزعج الأبواب قد خرجا عظيم وقلت الشام أشعاري وأغنيتي ولياسمين طريقي أين من تهجا ما كان قولي رياء أو مكابرة لكنه قلم ناجيته فنجا يا سلام لكنه قلم ناجيته فنجا نجا بك أم نجا منك الاثنتين الاثنتين جميل جدا أستاذ ريمان هذه القصيدة قد تقودني إلى يعني السؤال مشاكس نوعا ما إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الخلود التي هي يعني مطمح كل شاعر وشاغله الأزلي انطلاقا من تجربتك الذاتية وباعتقادك الشخصي كيف يمكن لصاحب التجربة الشارية أن يتميز ويكون على مفارقة في ظل كثرة التجارب والحالات والمحاولات الشارية اسمح لي أن أخالفك الرأي الخلود ليس مطمح كل شاعر أنت تقول الخلود مطمح كل شاعر لا الخلود ليس مطمح كل شاعر ألا يبحث كل شاعر يكتب عن فكرة الخلود لا أو الخلود لا يبحث كل شاعر عن فكرة الخلود كصاحب رسالة أو صانع قلمة أو صانع محتوى وإنما قد يكون الشاعر يكتب الشعر لمجرد إخراج متنفس يعني كمتنفس له قد يكتب لإيصال رسالة ما أبما فكرة الخلود فأظن هناك صفوة أو نخبة كرسوا حياتهم للشعر وصنعوا طريقهم على خطى الكلمة وحاولوا صنع هذا التراس أو صنع هذا الرصيد الشعري الذي يخلدهم ولكن لا أظن أن أحد الشعراء الخالدين أو دعني لا أكون عامة بالحكم هنا دعني أقول أن معظم من خلدوا لم يكن الخلد هدفهم وإنما جاءت هكذا طواعية جاءتهم راغبة نعم جاءتهم راغبة جميل طيب بعيدا عن فكرة الخلد قريبا من فكرة التميز وكيف يمكن للشاعر أو الشاعر أن يصنع علامة فارقة حدثينا في هذا أولا على الشاعر أن يصنع لنفسه أسلوبه الشعري الذي لا أقول لا يشبه أحدا فأنت ليس بإمكانك أن تصنع مدرسة شعرية خاصة بك كشاعر أقول أنا أريد أن أصنع مدرسة الشعرية قلة من وصلوا إلى ذلك كمثال على سبيل المثال الحصر الشاعر العراقي أحمد مطر نعم لديه بصمة خاصة في لافتات لا هي لافتات تحكي قصة بطريقة صاخرة ونهاية صادمة وأنت يعني دعنا نقول أنه التزم هذا المنهج فلم يكتب سواه أو ربما كتب ولم ينشر سواه كما تكلمنا في بداية الحلقة هو ما قدم به نفسه للجميع فأصبح له هذه الثيمة المميزة لقصائده فصنع لنفسه مدرسة شعرية الآن هل أريد أن أحجم نفسي في نطاق معين كي أتميز بالتأكيد أنا شخصيا لا أرغب ولا أدري بالنسبة لباقي الشعراء ولكن أظن أن المعظم يتفق معي التميز يحتاج من الشعر أن يكون متعدد الأغراض وواسع للطلاع والتجريب تماما أنا أريد أن أكتب الشعر العمودي وأريد أن أكتب التفعيلة وأريد أن أكتب العمودي الكلاستيكي وأريد أن أكتب الشعر العمودي الحداثي وأريد أن أكتب جميع فنون الشعر بما يتوافق مع الموضوع والحالة الشعورية طبعا بعيدا عن الصنع بعيدا أن أجلس وأريد الآن لا بعيدا عن التكلف وإنما تأتي طوعا لوحدها وتأتي القصيدة بعضها صبرين متعبة بعيدا عن التكلف لأن القصيدة أصلا هي نتاج حالات شعورية متميزة ومتعددة فمثلا أنا عندما أريد أن أكتب مديحا بأحدهم لن تأتي قصيدتي تفعيلة حداثية مغرقة في الرمز على سبيل المثال أنا سأكتب العمودي الكلاستيكي لأن الحالة هي ما تستوجب ذلك الآن نعود إلى فكرة التميز الجميل أن تكتب شيئا فيميزك هذا الشيء أي كان لون الشعر الذي تكتبه أن لا تعمد إلى شكل معين من أشكال القصيدة القصيدة كي تتميز بها الآن أنت تكتب جميع الأنواع ولكن هناك بصمة خاصة لك وهو شيء معروف حاليا على صعيد المجتمع الشعري الموجود حاليا هناك الكثير من الشعراء تركوا بصمتهم الخاصة سواء من أسلوبهم سواء من التناصل القرآني في قصائدهم الموضوعات التي يتطرقون إليها الطريقة التي يكتبون فيها نعم هناك من استطاعوا أن يضعوا لنفسهم هذه البصمة ولا أقول أن هذه البصمة ملزمة يعني هناك قصائد للمتنبي أنا الآن ممكن أن أمسك قصيدة للمتنبي أقرأ عشرة أبيات منها على كبار الشعراء ولا يعرف أنها للمتنبي حسنتي صحيح فالموضوع نسبي بكل الأحوال نريد قصيدة جديدة تفضلي سأقول صنعة الحرف لم تزل في الشعور فاخلعي جبة السكون وثوري واكتب الأحجيات شعراً مثيراً مثل شر على الورى مستطيري ردديها على امتداد الضحايا صحوة لم تعد ترى في الضميري مثل يوم صنعته من بقايا خبز أمي وقولها المأثوري جميع مثل خمسين ليرة لم يجدها والدي عامداً بجيب صغيري أنت يا فجوة الزمان استديري واجمعي ذكرياتنا في الصغوري أنت يا فجوة الزمان استديري واجمعي ذكرياتنا في الصغوري وسليهم أكان ثمة فعل يفتديهم بخاطر مجبوري أيها العابرون من صدع قلبي أيها العابرون أيها العابرون من صدع قلبي جهزوا مدفناً هنا لغروري واقرأوا تأبينية لليتامى أبرياء تجرأوا في العبوري ليست الأمنيات فجراً بعيداً إنما الكبرياء أضغاث نوري يا غيوماً نظرتها فاستجابت تمطر الروح من صميم العطوري ذكرتني بكل أسماء شعبي عندما أوغلوا بذات المصيري جميعي ذكرتني بصحبة لم يزالوا يضحكون الدروس بين الصطوري ذكرتني بأغنيات لسلمة تطلب السأر من تراب القبوري ذكرتني ولملمت ما تبقى من حنين مهدد بالضموري أسرج الخيل يا حنين وزي وجنتيها بما نجا من زهوري واصبغ العاديات من روح ليل لقنا الساهرين حفظاً نذوري تغزل الشمس من هواهم رداء مقدسياً يشي بدفء أثيري إن في صفحة السماء عكاساً للدراويش أولياء الحصيري إن في صفحة السماء عكاساً للدراويش أولياء الحصيري إنهم يرسمون درب رجوع يقتفينا على طريق الحريري يا سلام جميل جداً يرسمون درب رجوع يقتفيهم على طريق الحرير أحسنتي أستاذة رمان لا فضفوك ولا عاش شانئوك ما الذي تأملين من الشعر أن يحفظه لك سؤال مفاجئ هو سؤال مفاجئ ولكن قصيدة واحدة توضع في منهاج التربية السورية تردد في مقاعد الدراسة هذا يكفيكي يكفيني قصيدة واحدة أكتبها توضع في منهاج دراسي في سوريا أو في أي دولة كانت في الوطن العربي والخارطة على امتدادها تحفظ في منهاج دراسي أظن أن حلم ربما كان متواضعا بالنسبة لبعضهم أظن أن هذا متاحا لشاعرة متمرسة قادرة مثلك ولكن ظننت أن تقولي شيئا أكبر من هذا الفكرة ليست في حجم العمل وإنما في حجم الأثر عندما يكون لك قصيدة تردد في مقاعد الدراسة يدرسها الأجيال جيلا بعد جيل هذه القصيدة ستحفظ في ذاكرة الوجدان وطبعا لا أريدها أن تكون أي قصيدة ربما كانت قصيدة عن الوطن قصيدة عن الأم يشعر بها كل طفل مر على مقاعد الدراسة ترددها المعلمات تكتب على السبورة أظن أن هذا كفيل بأن يختصر فكرة الخلود بأجمعها أحسنتي أحسنتي كثيرا في هذه الإجابة الذكية والمتميزة قبل أن نختم بقصيدة سنختم بسؤال وفي إطار موضوع الشعر والقضايا إذا ما أردنا نتحدث عن فكرة شاعر يمتلك الأدوات والتقانات التي تؤهلوا لكتابة قصيدة ولكنه يصطنع الكتابة عن قضية ما في مقابل شاعر قد يكون أضعف منه بلاغيا لكنه ينتمي إلى هذه القضية وأثرت عليه فكتب قصيدة إلى أيهما تميلين ما أنك تريدين أن تمزجي منهما فتخرجي بشاعر ثالث أو شاعر هو الإسلام في ميزان واحد لن تجد القصيدة ذات الأدوات العالية والمفتقرة للإحساس أفضل أو أسوأ من القصيدة ذات الإحساس العالي والمفتقرة للإدوات إذا نحن بحاجة إلى نحن بحاجة إلى شاعر متمكن يمتلك الأدوات وذو إحساس عالي ليأتينا بقصيدة أما أن تمتلك الأدوات دون الإحساس أو تمتلك الإحساس دون الأدوات فالإسلام سواسية بالنسبة لي الشاعر الذي لديه الملكة لديه الأدوات طبعا ملكة الشعر لا تعني امتلاك الأدوات امتلاك الأدوات لا يأتي إلا بالممارسة الدربة والميران والعمل والمثابرة لا تأتي إلا بالكتابة والكتابة والكتابة وقبل الكتابة وأهم من الكتابة القراءة جميل الشاعر شرط أن لا ينسخ أو يتأثر سواء بقصد أو بغير قصد بما يقرأه لذلك يفضل أن يقرأ الشاعر النثر وليس الشعر أحسنتي يعني أنت كشاعر تريد أن تطوع قلمك تريد أن تمرن هذه الملكة التي لديك وتسقلها عليك بقراءة الأدب اقرأ الرافعي اقرأ الجواهري اقرأ الأدب البعيد عن الشعر ثم صنع أسلوبك الشعرية الخاص بك ومرن هذه الأدوات وتكلم بقضية همك حقا ولا تصطنع الاهتمام بها فتأتي قصائدك كما ينبغي لها أن تكون مؤثرة صادقة مسقولة صالحة للاستهلاك الشعري ولن تستهلك وإنما ستكون محفورة في ذهنية ووجدانية كل من يقدر الشعر تماما كالقصيدة الختامية في هذه الحلقة وصلنا إلى القصيدة الأخيرة ماذا ستقرأين؟ فضلي سأقرأ شيئا ذاتيا فضلي بعيدا عن القضايا ما عدا يشبهني انعكاس الذات من يشتريك اليوم يا مرآتي جميل ما عدا يشبهني انعكاس الذات من يشتريك اليوم يا مرآتي مرآة يا مرآة لست جميلة لكن أداري الجرحة بالبسمات في جبهتي ازدحمت ذنوب لم تعد أمي تميزها عن القسمات يا سلام أعيد لو سمحت في جبهتي ازدحمت ذنوب لم تعد أمي تميزها عن القسمات ووشاية رقدت هناك على فمي أكذوبة من أصدق الكذبات وشتيمة لم أقترفها جهرة حقنت مسار الصوت بالعبرات عيناي جامدتان عين من زجاج لا أرى فيها سوى مأساتي جميل هذا البيت والعيني الأخرى جليد بارد كي يسلب الإحساس من نظراتي قولي لماذا يظهر الخذلان فوق وجوهنا رغما عن الجيناتي الله قولي لماذا يظهر الخذلان فوق وجوهنا رغما عن الجيناتي قولي بلا خدع فإن مناعة شكلتها من كثرة الخيبات قولي لماذا القلب فينا جارح كشضية سقطت من المرآتي عظيم عظيم جدا هذا النص وكل مصوصك عالية باش مهندسة ريمان الشاعر السورية المتميزة جدا يعني قبل الختام من أجل الإنسانية من أجل الشعر من أجل مشروعك من أجل القصيدة من أجل كل من تحبين رسالة في ختام هذه الحلقة ماذا تودين أن تقول تفضلي أود أن أقول أن الشاعر هو الذي يصنع الأدب هو الذي يصنع المواقف الجماهيرية شاعر قوي لسانه صادق وأمين يتبعه الجمهور وتتبعه العامة هو الذي يستطيع توجيه هذا السيل الشعبي التيار الشعبي الذي لا يوجد ما يوقفه فعلى كل شاعر أن يحمل مسؤولية كلمته وأن يعرف متى يقول ومتى يصمت وإن قال متى يتوقف عن الكلام أو يحتفظ بما يقول به لنفسه ومتى يقدمه إلى الشعب وما نراه حاليا في موجة أستطيع أن أعتبره صحوة شعرية بين الجمهور لتمييز الغس من السمين والقدرة على التمييز بين من يتكلم لمجرد الكلام ويدعي الشعر الثرثرة وما بين الكلام ذو المغزة ومن يستطيع أن يقود هذه الجماهير نحو نجاتها أحسنتي إذن نحن بحاجة إلى الشعر الحصيف ذي اللسان القوي وصاحب القلب أيضا النقي نحن بحاجة إلى هذا ولا شك حتى يتواصل مشوار الوعي من أجل فائدة الجمهور من هذا الشعر ليكون الشاعر مؤسرا كي لا يكون مجرد مهرج بين الشعب بين الجمهور يتلقون قصائده ويضحكون عليها أو يجد من يدافع عنه ويجد أغلب من ينتقده والناقد حاليا الناقد هو الشعب وهو ينقد الكلام أو ينقد الشعر الذي لا يفهمه وهو الناقد الأصدق المتلقي المتلقي هو الناقد الأصدق أنا لست بحاجة إلى دارسين ومؤولين ومفسرين وأكاديميين يقولون لي الشعر هنا امتلك الكذا وقال الكذا أنا بحاجة إلى قصيدة تصل الجمهور فيلمسها فتدخل قلبه فيتأثر بها فتدفعه إلى عمل ولا يتقف عند مجرد التأثر وهذا أكيد لا يعني الانتقاص من قدر الأكاديميين وأصحاب الرأي الانطباعي ولكن نحن نتحدث عن المتلقي كونه هو الناقد الأكبر وهو المستهدف من الشعر تماما الأكاديميين هو جهون نقدهم للشعر أنا لا أعطي كناقد أكاديمي أكتب نقدا وأدفع به إلى الجمهور أدفعه إلى الشعراء أحسن أما الشعب هو من يقيم هذا الشعر بنقده الموضوع وهو صاحب الحكم أولا وأخيرا شكرا أستاذة رمان ياسين الشعراء السورية المميزة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة تشرفنا بك أهلا وسهلا بكم وسعد كثيرا بوجودي معكم اليوم بارك الله فيك مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمانية دائما وأبدا كونوا في أمان الله اشتركوا في القناة